اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان احنا النهاردة موجودين مع حضراتكم من محافظة الأقصر من أرض طيبة طيبة ويعني منحاول نرصد لحضراتكم ما بعد حفل افتتاح طريق الكباش أمس وحالة الانبهار الموجودة عند العالم كله الحقيقة بسبب هذا الحفل الضخم الرائع اللي كان يعني محط أنظار العالم كله بتأكيد يا شازلي الناس كلها مبارح كانت عينيها على مصر ويعني احنا كمان بتارية نشوف النهاردة على طول مردود لهذا الحفل عالميا وعربيا ده اللي كنت هتكلم عنه فعلا احنا مش مستنيين مردود على المدى القصير أو المدى الطويل ده احنا بالفعل المردود حاصل دلوقتي ويمكن الكاميرا بتوضح لحضراتكم وجود أفواج سياحية مختلفة من فئات مختلفة من جنسيات مختلفة فئات عمرية مختلفة كله جيه عشان عارفين ان احنا لما بنقرر نعمل حاجة بنعملها حلوة قوي وفعلا بنعملها بشكل يبهر العالم وفتحنا زي ما كنت بقول حضراتكم قنوات اتصال مع قنوات عالمية كبيرة جدا فقدرنا ان احنا ندخل كل بيت في العالم وده كان ليه مردود انه فنادق القصير بالمناسبة جماعة كاملة العدد لشهور قدام ومش من دلوقتي لا بمجرد ما عرفوا ان احنا خلاص بنجاهز عشان عندنا احتفالية لان هم عارفين احنا لما بنعمل احتفاليات بهذا الشكل بنطلعها ازاي فمن مجرد ما اتكلمنا ان في احتفالية هتم لطريق الكباش وبدأت الناس تحجز وزي ما بقول حضراتكم الفنادق كاملة العدد لشهور كتير قدام بالتأكيد ده هيكون ليه مردود كمان النقطة دي على وجه التحديد ان الفنادق كاملة العدد المصريين كلهم كانوا متفاعلين معها على مواقع التواصل الاجتماعي ومبسوطين جدا بالحالة اللي حصلها في الاقصر ومبسوطين جدا من المردود السياحي العظيم لمثل هذه الحفلات بالتأكيد اكبر متحف مفتوح في العالم مشروع قومي ثقافي سياحي اثري مهم جدا بالنسبة لمصر بالتأكيد هيكون ليه مردود مهم جدا على الترويج على حركة السياحة عشان كده عايزين نتكلم عن الترويج وازاي بيتم ليه الترويج لحركة السياحة واستعداداتنا كمان لموسم سياحي قادم هيكون مهم جدا طبعا بالنسبة لنا مشرفنا الاستاذ محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر عشان نتعرف منه على كل هذه التفاصيل استاذ محمد اهلا بيك اهلا بحراتكم ونورت مصر كلها والحقيقة اللي حصل امبارح خلنا نقول زي ما حياتك قلت في المقدمة السياحة الثقافية في مصر امر والنهاردة في حاجة تانية يعني امبارح كانت مرحلة فارقة في تاريخ السياحة الثقافية في مصر زي ما حياتك قلت مش النهاردة مجرد الاعلان عن طريق الكباش العالم كان بيتتبع يوم بيوم متى سيتم هذا الحدث تجربة الموكب الملكي للموميات الملكية اعاد الى مصر هيبتها وشاكتها ما توقعناه فاق بكثير المواكب الملكية والحقيقة سيؤتي الثماره زي ما قلت لحضرتك لمدة ثلاث سنين جاية وستكون لقصر بهذا الحدث عاصمة للسياحة والاثار لمدة عشر سنين طيب استاذ محمد انا عايز اعرف من حضرتك هل كان في خطة مال للاستعداد للحفل يعني احنا بنتكلم انه اعداد السياحة ابتدت تزيد اعداد السياحة ابتدوا يزيدوا من وقت الاعلان عن وجود يعني حفل افتتاح طريق الكباش ازاي استعدته لده السياحة الثقافية بدأت تأثرت جدا بكورونا الحياة كانت اكثر تأثرة من السياحة الترفيهية وكانت محتاجة لمثل هذا الحدث وطريق الكباش اثريا وسياحيا لا يقل اهمية عن اكتشاف مقبر التوت عن خامون فكان الاستعداد بالتمهيد للحدث كنا كل يوم تقريبا بنصور اللي بيتمه بنبعثه لشركاءنا في العملية السياحية كل الاكتشاف صغير زي ما قال السيد الوزير مبارح لسه ده الاكتشافات لسه مكملة وكل يوم نكتشف عشر تماثيل جديدة لسفينك اللي أقول لسفينكس اعتقد انه الترتيبات بدأت من هذا التاريخ وكنا بنبعث كل يوم التقارير مبارح زينا هذا الخبر خلينا اقول لحقيتك شيء يدعو للفخر 82 مجلة وجورنان عالمي كانوا عامين تحقيق عن اللقصر مبارح مش خبر 82 مجلة وجورنان عالمي كانت من ما يحدث في اللقصر تحت عنوان ونس اللايف تايم او مرة واحدة في العمر اللي حصل مبارح ده مرة واحدة في العمر صحيح بس كانت حاجة مبهرة يعني احنا عملناها مرة واحدة في العمر زي ما حضرتك بتقول كده بس حاجة مبهرة بس عايز اقول لحضرتك حاجة حضرتك قلت ان ده هيفرق قوي في حركة السياحة على مدار ثلاث سنين جايين احنا خلال الثلاث سنين جايين ده اكيد عندنا حاجة تانية كبيرة برضو هنقدر نقوم بيها خلال الفترة اللي جاية من الاكتشافات اللي احنا بنشوفها العمود الفقر اللي صناعت السياحة هي الاكتشافات الاثرية والحقيقة الدولة بدأت تنتهي يعني تحط عينها وتأثيرها على هذا المكان خلينا اقول لحياتك استعراض بسيط جدا البر الغربي الناحية التانية تم اكتشاف فيه يعني ما تم ما موجود حاليا الفين مقبرة الفين مقبرة اثرية الترميمات اللي تمت في معبد لقصر معبد الكرنك لم تتم من سبعين سنة الناس الاول مرة بتشوف مدخل معبد لقصر زي ما سابه رمسيس التاني لكن ده يجاوب عن ايه لا الزيادة والحصل حصل بمجرد زي ما حالتك قلت بمجرد الاعلان تحركت نسب الديماند او الطلب على مصر بنسبة 38% يعني يوم ما قلنا هنفتح الكباش في العيد القوم من الوصر 4 نوفمبر تحركت طلب 38% اللي همنا مش الطلب بس كمان لا همنا مستوى الانفاق مستوى الانفاق زاد على في الليلة 20% وده شيء غير مسبوق في صناعة السياحة يعني المعدلات اختلفت المعدلات اختلفت وكمان انتقلت السياحة الثقافية من سياحة كم لسياحة كيف انا حيرجع عندي السائح الغني زي ما حالتك قلت يعني على اقل الوصر هتبقى بعد في ديسمبر ان شاء الله لمدة 3 سنين عظيم ده مجهود كبير اوي ام بيناس كتير اوي لكن عايز اعرف مجهودكو في عملية تسويق اعمل ازاي انا حضرتك ونت بتتكلم دلوقتي قلت شركاءنا الاسريين فعايز اعرف طبيعة التنسيق وازاي بينقوم بمجهود في عملية التسويق عشان نفتح حتى اسواق سياحية جديدة الحقيقة التسويق ومختلف عن الترويق قليلا لكن خلينا اقول لحالتك ما نقوم به الان احنا دايما كان عندنا احساس خاطئ ان السياحة السايح بيجي للحجر او للأثر فقط لكن احنا اكتشفنا كمان ان السايح بيجي للبشر والانسان المصري جدير بان الناس تيجي تشوفه وده اللي احنا اشتغلنا عليه عملنا مبادرة جميلة جدا اتمنى ان شاء الله ان الناس تشوفها وهي تسمى بجسر الحضرات احنا استدعينا اتناشر فنان عالمي عشان يشوفوا هذا الجمال رسمين ومصورين وخلناهم عاشوا تجربة الاحتكاك بالأثر والبشر انهما زاروا الناس زاروا البيوت عاشوا مع الحياة كتبوا عن مصر وكل واحد فيهم لما رجع كتب مثلا مصر او الاقصر ومصر بعيون اسبانية بعيون لان وسائل التسويق اختلفت جسر الحضرات لسه شغالة غاد شهر اربعة ده رقم واحد رقم اتنين عندنا تواصل شديد جدا بما يتم من اكتشافات اسرية معوزات السياحة والاسر تقريبا اسبوعي نشرة اسبوعية خلينا هني مصر بحدث مهم جدا الناس مش ياخدابلها منه يوم عشرين تم اكتشاف معرض رائع في هيستن اسمه رامسيس وزهب الفراعنة رامسيس وزهب الفراعنة ده واحده ثورة في عالم التسويق هيظل ست شهور بعدين حيروح سان فرانسيسكو متوقع في الست شهور ان يزوره ربعمية وخمسين الف واحد احنا تقريبا عندنا معارض سنوية احنا عندنا معارض كثيرة جدا اشهرها الورد ترافل ماركت في لندن ومصر دايما هي ضيف الشرف عندنا اي تي بي المعرض السياحة في برلين الاشهر احنا بنستأدل حدث مهم جدا ان شاء الله في يناير وهو المعرض الاسباني وخلينا اقول لحالتك اللي بيجي لقص للأيام دي احنا عندنا تشارتر رهيب يعني ما شاء الله يعني لما نقول ان احنا عندنا من اربع لخمس طائرات اسبوعيا بيجينا من مدريد وبرشلونة لأول مرة مدريد بتدخل رومانيا تدخل معنا على هذا فرنسا بعد طول انقطاع بتعود للسياحة هنا عدد طائرات الشارتر اللي بيجي لقص من اثناشة الاربعتاشر على بعض خطوات من هنا بيجي لنا من مرسى عالم 18 طيارة في الاسبوع من المانيا لو مصر خدت نصيبها ونصيب وافر من السياحة الثقافية والكلمة السر فيها خلينا اقول بس انه المزج ما بين السياحة الثقافية والسياحة الترفية هنعيشنا سنين عمرنا دي سياحة ودي سياحة لكن البنية التحتية اللي قامت بها الدولة يعني بكلمة حق البنية التحتية اللي قامت بها الدولة وحقول لها حالتك على ثلاث أرقام مصر الأولى رقم واحد في الطرق في أفريقيا مصر رقم ستة في جودة الطرق في الشرق الأوسط مصر قفزت تسعين مركز في جودة الطرق على مستوى العالم وبقيت رقم سبعتاشر وده واحد من أهم أسباب الترويج السياحي وسائل اللي بنستخدمها للدعم بالتأكيد يعني موضوع تطوير الطرق ده فرق مع كل سائح يعني يجي الأقصر قبل كده وبعدين جي تاني دلوقتي وشايف كل ما يحدث هنا من تطوير وتغيير في الطرق وده سهل على الناس كتير اللي كانت بتزور الأقصر إحنا بنستفيد الزيب ده علشان نوصلوا للناس من قبل ما ييجوا إنه في تغيير في تطوير في اختلاف عن قبل كده البنية التحتية اللي قامت بها الدولة يجب أن توضح كجزء أساسي من التنشيط والترويج لمصر الحقيقة يعني إحنا دايما لما بنعمل حاجة لازم نوريها للعالم السائح لما بيجي بيسأل على جودة الطرق يعني كان عندنا من فترة كده مؤتمر رائع في الأقصر اسمه مؤتمر المدن وتم اختيار الأقصر وأسوان والغرداء وشرم الشيخ من ضمن المدن الخضراء ده شيء رائع جدا السائح بيبقى بيسأل على درجة نقاء الهوى لما بيجي خليني كمان أهن لا تكون مدينة صديقة للبيع مدينة صديقة للبيع عشرين مدينة قررت مصر أنها تكون صديقة لبيها منها المدن السياحية رقم اثنين خلينا هني مصر كلها بالمرسى السياحي الرائع اللي قامت به الدولة واللي قامت به القوات المسلحة اللي لازم نشكرها على هذا اللي قامت به تحت مظلة الهوية البصرية المصرية اختيار الألوان وبعد ما كنا بنعاني لسنين عديدة جدا من تراكي المراكب بصورة سيئة وكانت بتلوس النيل النهاردة طريق أول مرة بيتأمل في المرسى السياحي أماكن للهاندي كابس أماكن لزاوي الاحتياجات الخاصة أماكن لكبار السن الحقيقة لقصر كلمة السر فيها قول السيد الرئيس أو قرار السيد الرئيس لتحويل لقصر لمتحف علامي مفتوح إن شاء الله لمدة عشر سنين ستكون عاصمة للسياحة والثقافة إن شاء الله عظيم ودل حاصل فعلا يا أستاذ محمد ومردوده كبير جدا حتى على سياحة اليوم الواحد الناس اللي بيجوا للسياحة الترفيهية بيأخذوا الطيارة سريعا ويجوا لقصر يزور لقصر يتفرجوا على المعابد يستمتعوا بالحضارة طبعا لإن إحنا عارفين إن أجانب كتير جدا وجنسيات كتير جدا مولعين بالحضارة المصرية فبيجوا يقضوا اليوم الواحد في لقصر وبعدين يرجعوا رئة مهمة جدا على فكرة يعني إحنا بيجي لنا كل الناس اللي بتيجي يأخذوا يوم واحد ده رقم واحد نمرة اتنين كانت عندنا مشكلة في شرم وخطبنا الدولة وردت الدولة باستجابة سريعة بتسيير رحلتين جويتين من شرم الشيخ لغاية الأقصر لكن وزارة السياحة والأثار كانت زكية جدا في إنها عملت متحفين واحد في الغرداء واحد في شرم الشيخ جعلوا الناس يأخذوا القرار إنه هما يجوا يشوفوا السياحة الثقافية بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر شكرا جزيلا لك